موسيقى السلام عليكم أثارت جلسة اختيار هيئة رئاسة البرلمان جدلا واسعا في الأوساط السياسية بعد أن وصفها مراقبون بأنها بداية العودة إلى منظومة المحاصصة والتوافق مرة أخرى فيما تستمر الكتل السياسية بالحديث عن تمسكها بخيار الأغلبية في وقت لم تحسن فيه قضية الكتلة الأكبر بعد مرور أربعة أشهر على الانتخابات سجال حول حوارات تشكيل الحكومة هو موضوع حلقة بالعراق لهذا اليوم نناقشه مع ضيوفنا الكرام السيد عباس الموسوي عضو اتلاف دولة القانون الدكتور حميد فال الأستاذ العلوم السياسية جامعة بغداد والدكتور محمد حسام الحسيني عضو المكتب التنفيذي في تيار الحكمة حياكم الله في السوداء مرحبا بكم سيد الموسوي يعني السؤال الأول هو حول الجلسة الأولى في اختيار رئيس البرلمان والنائب الأول من سائرون والنائب الثاني من الأخوة الكرد هل في هذه التشكيلة عودة للمحاصصة الأثنية أو الطائفية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والدكتور والدكتور والجمهور الكريم حياك الله حقيقة يعني ولا نبالغ ولا نرفع من الشعارات عدنا إلى المربع الأول وإن كان محسن النوعا ما وجه التحسين ها التحسين تحالفاتنا الآن على مستوى كتلة البناء تحالفنا مو تحالف من طائفة معينة يعني عدنا الآن في كتلة البناء تحالف الشيعة وتقريبا خمسين شخصية سنية هذا التطور ولكن هل هو هذا مشروعنا؟ لا ممشروع زين سيد يعني أنتم خلال دعايا الانتخابية المشروع الذي اشتغل عليه خصوصا دولة القانون حول الخطاب السياسي الذي طرح طيلة السنتين الماضيتين حول الأغلبية السياسية وأن يعني لا عودة للمربع الأول الذي تحدث صحيح ولكن بعد نتائج بعد الانتخابات واللغط اللي حصار وحرق الصناديق وحرق الأصوات وغيرها وصلنا إلى قناعة لا يمكن أن تشكل حكومة بأغلبية سياسية يجب أن نذهب بحكومة توافقية ولكن تحالفاتنا ليست طائفية هذا أنا أتصور بداية تطور بسيط بالعملية السياسية كان مشروعنا لا بالتأكيد حكومة أغلبية وننتقل ونخرج العراق من المأزق اللي إحنا بي انتخاب حسن كريم من سائرون هل هي عودة سائرون مع تحالف الفتح وقانون؟ كان هناك اتفاق على أن يدعمون الحلبوسي ونحن ندعم ورشحهم للنائب الأول وصار هذا الاتفاق حتى صباح صباحا الأخوة قالوا لا إحنا ما ندعم ندعم خالد العبيدي ندعم خالد العبيدي وصلوا إلى نفس القناع أنه لا يمكن أن نشكل حكومة في هذه المرحلة دون أن يكون هناك توافق شيعي كردي سني حتى ننتقل لمرحلة الدولة يعني بداية عودة سائرون أو الانضمام مع سائرون لتشكيل كتلة أكبر إشكالية سيد مقتد الصدر سيد المالكي كيف تحل هذه الإشكالية؟ والله ما أعرف أنا هي إشكالية شخصية أو إشكالية بالمشروع ظاهرة هذه صار لها أكثر من عشر سنوات لا أريد أن أدخل بها نحن وضعنا الآن غير قابل بفتح الأزمات والتغريدات نحن نقول أكو أزمة حقيقية عندنا أكو أزمة مظاهرات أزمة خدمات أزمة انتشار سلاح غير منضبط أزمة ميليشيات هذه تتطلب علينا أن ننسى خلافات الشخصية هذا اللي دعانا أن نسير في هذا المشروع سأعود إليك سيد الموسوي ولكن بمحاور أخرى أبقى في هذا الحديث مع الدكتور الحسيني دكتور محمد حسام الحسيني شن رأيك بجلسة اختيار رئيس البرلمان والنائب الأول من سارون هل هي عودة للمحاصصة وما هو موقفكم منها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحية إليك دكتور عارف ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين جميعا يعني حقيقة أول شيء إحنا وفي بيان رسمي أكدنا دعمنا لهيئة الرئاسة الجديدة فنحن حريصين أشد الحرص على أن تكون المؤسسة التشريعية مؤسسة قوية مؤسسة فاعلة مؤسسة قادرة على إنجاز مهامها الرقابية والتشريعية على أي حال الذي حصل في يوم السبت خلينا أول شيء نفكك المشهد الذي صار يوم السبت يلا الحديث لك حياك الله الذي صار يوم السبت كان أكو تصويت مكونات وليس تصويت كتل هنا الفرق طبعا في هذا الخضم أختلف مع سيد عباس فيما يخص وجود اتفاق قبل يوم لا ما كان أكو اتفاق بهذا الشكل إحنا كلنا في تحالف الإصلاح والإعمار متفقين نوعا ما على الدكتور العبيدي وأيضا كان أكو توجه معين داخل التحالف باتجاه السيد أسام أنه جاي فيه اللي صار في وقتها إذا نحكي بالشيء اللي نحكي الإعلام أو اللي ظهر بالإعلام هو شيء والحقيقة كانت هناك أسباب أخرى يعني ضمون شيء أنتم غير الإعلام لا ما راح أضم أنا راح أضم لا لا راح أضم على يتحال اللي صار في وقتها الأخوة الكرد شافوا إحنا عندنا في تحالف الإصلاح أكثر من مرشح أصواتنا راح تتشتت حتى داخل التحالف على أكثر من مرشح بينما الأخوة في المحور الوطني كان عندهم مرشح واحد ومثل ما تعرف حتى الدكتور طلال الزوبعي أيضا سحب ترشيح الرجل فاللي صار هنا شافوا حظوظ هذا المرشح أوفر وأكثر من حظوظ السيد العبيدي هذا من جانب من جانب آخر ما أخفيك سرا طبيعة المنطقة أو المحافظة التي ينتمي لها السيد الحلبوسي ماكو بينها وبين إقليم كردستان مناطق متنازع عليها هذه نقطة مهمة لازم شنو دخلها اليوم إذا أكو رئيس برلمان من الموصل على سبيل المثال والموصل بها مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان هذا الشيء راح يؤدي إلى إشكالات مع الإقليم إشكالات بين الإقليم وبينه أحس أنت خذتنا بموضوع شوي أعقد من هذه الحديث جايك بالحديث دعني في هذا الموضوع وبعدين أرجع السؤال السؤال الذي بعدك لم أسألته لم أسألته نعم هل هي عودة للطائفية؟ للمحاصصة؟ جلسة يوم؟ أنا ذكرت إليك قلت لك اللي صار يوم السبت هو تصويت مكونات وليس تصويت كتل بصراحة أقولها وبكل صراحة لماذا تصويت مكونات ما خالد العبيد منه اللي صوتنا نعم الأخوة الكرد وبكل صراحة الأخوة الكرد أكدوا لنا أنهم لا يزالون على اتفاقهم معنا كتحالف إصلاح طيل ويعتبروننا الأقرب ولكن في هذه المفصلية التي تتعلق برئيس البرلمان عندهم هذه الأولويات الأولويات أنه هذا الرجل أكو اتفاق زينك وغيركم يقول لا إحنا شكلنا عدد أكبر من عددكم ودعمنا هذا المرشح وخلص زين أنا وياك راح أجي ماكو أي أشكل يعني ليش تلوفون راح أجي وياك راح أجي وياك راح أجي وياك اشقد عدد الأصوات اللي حصل عليها السيد الحلبوسي 196 169 169 نعم اشقد عدد الأصوات اللي حصل عليها مرشح الإصلاح والإعمار 89 من مرشح الإصلاح؟ حسن كريم حسن كريم 210 210 210 210 210 210 هذه الأرقام تبين لك من الكتلة الأكبر زين شو نريك بالتغريدات قالوا وإحنا نسحبنا من الفتح من نفس الفتح قالوا وإحنا كان مرشح إنه أن يكون نائب الأول ولكن انسحبنا عربون محبة لسائرون هل هو هذا أعطية هذا يعني هدية من طيكم للأمانة للأمانة أقول لك ياها موقف الأخوة كان جيد ونبيل حلو لأن صحيح انسحب عدد كبير من نوابهم من نواب تحالف البناء أثناء التصويت على نائب رئيس البرلمان ولكن كان أكو بعض النواب ملتزمين وصوتا جميل دكتور حميد قبل أن أروح للدكتور حميد بعجالة اتفاقكم تحالفكم هل ما زال ستراتيجيا وقويا ومتينا ما بينكم ككتلة يعني بين تيار الحكمة وبين سائرون نعم لا يزال لا يزال ولا تزال أبواب التحالف مفتوحة إلى كل القوى الوطنية التي نراها قوى فاعلة وقوى مؤثرة وتمثل مساحات اجتماعية محاور ثانية شكرا دكتور حسيني دكتور حميد حياك الله شكرا يا زيني الكثير من الشعارات والحوارات والسجالات التي تحدثت بها السياسيون العراقيون قبل الانتخابات وحتى بعد الانتخابات حول الابتعاد عن المربع الأول الذي ذكره السيد الموسى والمحاصصة التوزيعات الاثنية والطائفية هل الواقع السياسي أقوى من كل التنظيرات أم أن النخبة السياسية ما زالت تشتغل على الشعارات مع جمهورها شكرا جزيلا تحييي لك دكتور حيلا والضيفين الكريمين والأستاذ المشاهدين الكرام يعني أولا احنا تعودنا دائما في العراق أن الشعارات شيء في الانتخابات قبل الانتخابات وبعد الانتخابات شيء آخر ومنها موضوع يعني صدع رؤوسنا كل القوائم بدون استثناء زين على مسألة القوائم العادرة الطائفية وعلى مسألة الهوية الوطنية وعلى مغادرة المكونات والمحاصصة والطائفية أعتقد الجلسة التي حصلت أثبتت باليقين القاطع بأن هذا الموضوع موضوع المحاصصة ترسخ بشكل كبير ومطلع لماذا تتوقع من الجلسة دكتور لا على أقل تقدير إذا كان الاتفاق بين قوائم وكتل كبرى أنه هذا متفقين عليه يعني ألم بين 329 نائب مع جل الاحترام إلهم جميعا ألم يخرج ألم يكون هناك صوت واحد يقول أنا شيعي أو أنا كردي أرشح لمنصب رئيس بجلس النواب ما الذي يمنعه قانونا ما حد يمنعه ما نقال ليش طيب لبعضا لم نسجل موقفا بهذا الشكل لو لم يكن هناك قناعة من البداية قبل أن تبدأ الجلسة مكون حصة المكون السني مثل منصب النائب الأول هو محلمنا يعني زين ما بيها هذه الجلسة يعني ما بيها شوي ضوء يعني الأسماء المكرسة في العمل السياسي سواء سنية أو شيعية بدأت تنسحب عن الميشهد شيئا طيب وأكو الشباب بدأوا يصعدون لرئاسة البرلمان وللهيئة الرئاسية أليس وجها ثانيا في هذه العتمة التي نتحدث عنها نعم أنا أتفق معاك ولكن مغير الجوهر الأساسي أنه صحيح الآن يعني أعود لذات الفكرة أنه لدينا تسعة مرشحون مرشحين كلهم من السنة لم نشهد عشرة و11 و12 من كردي أو شيعي نجينا على منصب النائب الأول كلهم شيعة ما شفنا واحد سني أو كردي ولو كان مرشح وحيد نجينا لأكراد المنصب الثاني كان واضح تماما بأنه هذا الأمر كردي اللي حصل ماذا؟ أنه حصل تغييرات ضمن الإطار العام يعني عنوين فرعية العنوان الرئيسي اسمه المكون السني أنه جئنا برئيس مجلس نواب خارج الأحزاب الإسلامية اللي تعودنا عليها من 2003 واحد جئنا بشخص بوجه ربما شاب جديد نوعا ما يعني بكل الأحوال بكل القياسات خارج هذا الإطار لكن هل غير معنى أنه سيد الحلبوسي حتى وإن كان شابا حتى وإن لم يكن منتميا إلى حزب إسلامي هل غير من المعادلة لأنه سني بالمقام الأول وحصل على هذا المنصب لأنه سني فالقضية بالنتيجة أنا أشعر أنه هذه الدورة الرابعة يعني يتحدث عن إلى نهايتها 16 عام 16 عام نحن نوزع المناصب على هذا الأساس ولهذا أعتقد ترسخت قضية المحاصصة ولم يعد بالإمكان مغادرتها بأي شكل من الأشكال والشعارات الشعارات تبقى الشعارات للناس يعني ما ممكن تطبيقه يعني أكوى أشياء نظرية أكوى أشياء من الناحية الواقعية يعني أنا أتحدث عن سيد خالد العبيدي مثلا محصلة 60 ألف صوت على سبيل المثال من تجي تسأل الناس يقول لك هذا أولى أن يكون حتى رئيس وزراء أو رئيس جمهورية لكن الآليات تختلف نفس الشيء الآليات في مجلس النواب نحن نتحدث عن أغلبية الأغلبية هي 165 الأغلبية المطلقة هذه ما ممكن أن يصل إليها صاحب الشعار يعني أستاذ عباس من تحالف يرفع شعار الأغلبية السياسية لكن على أرض الواقع ما ممكن تطبيقه لأنه ما عنده 165 فيحتاج يروح إلى آخرين أو قائم أخرى حتى يتحقق أرفع شعار وما قدرت أطبقه أنا مجبر أن أدخل بتحالفات مو أروح للمعارضة أولى هذا أيضا خاضع لأولا ثقافة هذا السؤال هم إليك سيدنا أولا ثقافة المعارضة نحن ما متبل ورع عندنا هذا المبدأ بشكل كلي هذا واحد اثنين التحالف اللي ينتمي إلى مثلا صاحب شعار الأغلبية السياسية على سبيل المثال هو دخل في تحالفات أخرى لديها توجهات وأهداف في الحصول على منصب رئاسي الوزراء وزراء ما إلا ذلك يعني هو لم يعد منفردا بكونه تمام رح أرجع بالبداية إلى السيد عباس الموسى حول قضية الشعارات وعدم تطبيقها ما الذي يمنع من أن أكون في المعارضة لأنه شعاراتي لم تحظى بمقبولية في العمل السياسي وأيضا سؤال إليك والله نسيت السؤال بس بعد الفاصل مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا فاصل أول ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدين الكرام وحديثنا في برنامج في العراقي عن حوارات حول تشكيل الحكومة القادمة سؤالي للسيد عباس الموسى قبل الفاصل عن الشعارات التي تحدث تحدثت بها الكتل السياسية بما فيها دولة القانون ربما عن فكرة الأغلبية السياسية وصارت الانتخابات وطلعت النتائج وما قدرت أتشكل الأغلبية السياسية لماذا ألجأ إلى تحالفات تبعدني عن جمهوري تبعدني عن الشعار الأساسي الذي طرحته أروح للمعارضة وقولوا لا قدرت أتشكل الأغلبية السياسية هذا السبب السبب الأول عندما طرحنا الشعار وانتهت النتائج الآن الكتلة الأكبر القادرة على تحقيق هذا المشروع ولكن حاجة البلد لحكومة مشاركة والكل يكون مساعد وعون في إدارة البلد وإنهاء الأزمات من تظاهرات ومن غيرها هذا اللي فرض علينا أن ندعو الجميع ونطلب من الجميع وننتظر الجميع أن نكون في حكومة واحدة الوضع في العراق لا يتحمل يعني الآن فضل من عندكم مو فضل مو فضل يعني شعور بالمسؤولية يعني عندكم العدد الآن ككتلة أكبر أنتم عندنا كتلة عدد أكبر أنتم الكتلة الأكبر الآن واضحة النتيجة يعني الآن 170 اللي انتخبوا الحلبوسي مزين 210 نقص 170 ما قلت طلع 50 40 ضيف عليها أصوات إسامة نجيفي 19 19 هذه الكتلة الأخرى يعني أنتم الآن رسمين نحن مرتاحين خلنا أقول لك بصراحة نحن مرتاحين من الأرقام نحن الجماعة ما مرتاحين هم يجاوبون دكتور جسيني لك الحديث بعد سيد عباس نحن مرتاحين من الأرقام ولكن أنا أقول لك بصراحة وضعنا خلال الأربع سنوات الماضية مو هي حكومة كلها مشاركة بيها شو كلها معارضة شو المظاهرات هم داعميها ومع الحكومة السيد العبادي حكومة الفريق المنسجم القوي السيد صولاغ وغيرها قالوا صلينا تظهروا رحنا تآمرنا على المالك فما إحنا بحاجة أن ننخلص هاي الأربع سنوات بكل آلامها وتعبها وننتقل إلى حكومة مستقرة هاي النقطة الأولى النقطة الثانية إذا رجعت نفس الآلية سيد الموسى بالنتيجة ماكو فرق عن الحكومة السابقة ولا اللي وراها ولا اللي وراها شاشلون 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 طيني حل شكل أغلبية عندك أنت مية أنا الآن أنت الكتلة الأكبر غير الآن عندك سني وشيعي وكردي شكل حكومة وخلي الجماعة معارضة النصف الآخر إحنا قاعد نطرح نطرح نوايان الواضحة أمام الكتل وأمام جمهورنا الكتل الأخرى تعاونت ويانا الآن بقضية رئيس الوزراء قاعد نقول للكتل الأخرى يا إخوان إحنا وياكم نطرح مجموعة من المرشحين أنت طرحوا اثنين ثلاثة ونحن نطرح اثنين ثلاثة ونجتمع ونختار واحد حتى يجي رئيس وزراء قوي كلنا نتحمل مسؤوليته لا هو دستوري يقول لك الكتلة الأكبر يكلف رئيس الجمهوري أنا الكتلة الأكبر قاعد أقلهم الذي يقال وراء شهرين طلعون بالشارع مظاهرات ويسقطون كبر حكومة هو هذا خايفين من ها أنتم لا مو خايفين سقط الحكومة نقول الوضع لا يتحمل تظاهرات ويوم داخلين على البرلمان ويوم داخلين على رئاسة الوزراء ويوم مظاهرة بساعة التعرير ويوم مظاهرة ما أدروا وين الوضع لا يتحمل وضع المنطقة الصراع الموجود بالمنطقة لا يتحمل في العراق أن تكون حكومة غير مستقرة طيب وين وصلت مباحثاتكم مع سائرون احنا بصراحة في قلبنا من فتحين بسايدين كمان يقال الأخوة في الفتح هم خطت أو باب التواصل مع سائرون ودولة القانون باب التواصل مع النصر الفتح مع سائرون ايه ومن وبعاد دولة القانون باتجاه النصر اهه ايه وصلنا إلى خطوات جيدة أنه سنتفق قريبا وسنطرح فيما بيننا أسماء مشتركة الأخوة في سائرون رشحوا رئيس وزراء انت انت رشحوا أسماء من عندكم ونحن رشحوا من عندنا وتكون لجنة مشتركة ونختار شخصية نتفق عليها بآلية تحظى برضى النجاف ورضى الإقليمي والرضى الداخلي وتحظى بقوة انتخابية وبرلمانية والذي يطرح عن عادل عبد المهدي سنريد أدخل بالأسماء دكتور عادل شخصية محترمة شخصية محترمة ولكن فعليا لحد الآن لم يطرح هذا الموضوع داخل كتلة البناء ولم يناقش داخل كتلة البناء أبدا سيكون حالة سيد عادل عبد المهدي اسم كبقية الأسماء المرشحة لديكم أسماء؟ بالتأكيد لا تستطيع تحشيها الأسماء؟ حلو سيد الحسيني الكل عدها سايدين فاتحة للخطوط مع الآخرين وبانتظار الجماعة الفتح مع عسائرون يتباحثون ودولة القانون مع النصر أنتم طلعتوا من المولد بلا حمص تياري الحكمة يعني أول شيء سيد عباس حسم موضوع الكرد وهي تحالف البناء تمام حسم الموضوع لماذا لم يحسوم هو؟ أنا أقول لك أكو تأكيدات رسمية وأنا مسؤول عن كلامي وهذا أخذ من عندي تصريح رسمي الكرد أكدوا إلنا أنه إحنا الكتلة الأقرب إلهم كتلة الإصلاح أكدوا لكم أنتم الإصلاح؟ أكدوا إلنا نعم أكدوا إلنا ذلك هذه قضية يعني إذا أجوكم بعد ما تحتاجون تقدرون تشكلون الكتلة الأكبر؟ شوف بس خلق لك شغلة الأخوة في البناء يعني بصراحة أحكيها في بدايتها أول ما بدت قضية الحراك التحالفي كان عندهم تحرك كبير وصلهم إلى سقف جيد مباشرة قالوا إحنا راح نشكل أغلبية والآخر إلى المعارضة وما أعرف شنو كذا يجينا إحنا سوينا اجتماع النواة شو المباشرة وأنتم أول من أعلنتم إحنا الكتلة الأكبر وقد نمثل عن سائرون إلى رئيس البرلمان الأسن لا دا أحكي مو على الجلسة الأخيرة أستاذ عارف مو على الجلسة الأخيرة أحكي على الظروف مع التشكيل كتلة النواة في وقتها في بابل نعم في فندق بابل إجينا إحنا شكلنا كتلة كتلة أغلبية كانت بمعنى الكلمة سمناها كتلة النواة ليش سمناها كتلة النواة؟ لأننا حريصين على أن تكون أبوابها مفتوحة إلى دخول الكتل الكريمة الأخرى الكتل اللي نشوف لها تأثير بالشارع العراقي اليوم أنا أقول لك إيها بكل صراحة معادلة ما بيها سائرون والفتح تعتبر معادلة فاشلة إحنا اليوم كحكمة إذا نروح إلى خانة المعارضة أعتقد ما رح يكون أكو تأثير سلبي على الحكومة رح يكون أكو تأثير إيجابي من حيث ممارسة دور المعارضة من حيث تشخيص الخلل والزلل وجربنا هذا الشيء بالألفين وعشرة بس الشارع والمشكلة أنت ما تطي رح تطيني خمس دقائق الخمس دقائق ما رح لا هو خمس دقائق ما نطيك خمس إذن ما راح لاحق دخلينا أحكي بالعموميات دخلينا أحكيهم بالعموميات المهم فإحنا جربنا هذا الشيء بالألفين وعشرة الأخوة أيضا في دوت القانون إذا راح أو إذا إلى خانة المعارضة نعتقد همنا نفس الشيء رح يكون لهم دور بناء ودور إيجابي اليوم إحنا عدنا كتلتين اللي هم سائرون والفتح إحنا وجهة نظرنا في تيار الحكمة نجد وجودهم في كتلة الأغلبية الوطنية وجود ضروري ومهم لا يقل أهمية عن وجود الكرد وعن وجود القوى السنية الكبيرة أنتم في تيار الحكمة مع وجود سائرون والفتح نعم أكو حراك كبير كان عندنا أكو حراك كبير كان عندنا على الأخوة في الفتح وكان أكو تواصل واليوم عن اتلاف الوطن الشيعي والتحالف الشيعي شنو اللي راح يخطي نعتقد أن المعادلة ستتركب بشكل معين أنه تكون بعض القوى السياسية في خانة المعارضة وطبعا هذه القوى السياسية اللي راح تروح إلى خانة المعارضة في هذا التوقيت ما أذكر أسماء على أي أساس أنا أفرض قلت الفتح قلت الفتح يعني بقى بس دولة القانون لا بقى نحنا أيضا وابقى أحزاب أخرى ممكن يعني لك تتحالفين مع دولة القانون وصيروا معارضة الحكمة والدولة القانون هذه سيناريوهات بعثها لحد الآن ما مكتمته أستاذ عارف يعني ما أقدر أنا أبت بيها وأجيب الناس أقولهم أنتو تعالوا لخانة المعارضة أنا أقدر أتحدث عن نفسي أنضج السيناريوات الآن اللي طرحتوها أستاذ عارف أنا أقدر أتحدث عن نفسي أقول لك إياها أقول لك أتحدث عن تيار الحكمة اليوم إحنا إذا شفنا السيناريو أو المعادلة السياسية اللي راح تتشكل على أساس الحكومة معادلة غير مقنعة نحن نروح للمعارضة نعم ما كعدنا إشكال زين أما أنه أقول الجماعة يجون إلينا للمعارضة ما أقدر رفض عليهم استراتيجياتهم وسياساتهم نجيب أسماء بس ما طرح في الإعلام والميديا بشكل عام الدكتور عادل عبد المهدي هل طرحته كتلة سياسية هل طرحها كيف موقفكم كتلة كان قريبا من المجلس الأعلى التوجه العام اليوم نحو مرشح مستقل لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي أحد أبرز هذه الأسماء المرشح طبعا الدكتور عادل عبد المهدي عنده امتيازات ما موجودة عند غيره وخصوصا استقالت من منصب نائب رئيس جمهورية وكلنا نذكرها من وجهة المرجعية في وقتها والتزم بتوجيهات المرجعية واستقالت من وزارة النفط هذه كلها تعتبر أيضا رصيد للسيد عادل عبد المهدي ولكن السيد عادل عبد المهدي ليس مرشحا أو حدا لحد الآن هناك أسماء على طاولة الحوار تطرح وتناقش ويتم التفاضل فيما بينها نعم قد نرى تغريدات وتصريحات لبعض السياسين البارحة أنه حسم الأمر مئة بالمئة وهكذا طبعا هذولا أنا أقول لك يا بكل صراحة اللي يصرحون بهذا الشيء عندهم مشكلوية دكتور عادل عبد المهدي يهدفون إلى تسقيطه صراحة يردون المرجعية تنفي نعم 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 وفعلا فعلا وذا نفت المرجعية كان نفي المرجعية لموضوع اللقاء وليس لموضوع دعم الترشيح ولم يكن لديها إشكال أو رفض على دكتور عادل عبد المهدي أو على غيره من المرجع سأرجع لك بقضية المرجعية ربما هل هي الخط الأخير للموافق على رئيس الوزراء أم لا ولكن دعني أتحدث مع الدكتور حميد دكتور شكل التدخلات الخارجية لتشكيل الحكومة أو هذه الطبخة السياسية عموما الضغط الذي يجري كيف تقرأه كيف ترى أسبابه وهل سنشهد ضغطا أكبر لتشكيل رئاسة الوزراء نعم أعتقد واحدة من العلامات البارزة والتي شوهت هذه العملية السياسية بالإضافة للمشاكل الأخرى هو موضوع التدخل الخارجي وهذا كان واضح يعني اليوم كنت أقرأ وحتى السيد المالك يصرح بهذا الموضوع قبل يوم نعم وأيضا النائب الثاني أو النائب ما أعرف تسلسل أشقد بالنسبة للرئيس الجمهورية السيد أسامة النجيفي قبل يعني ربما ساعات اجتمع مع ماك كورك والسفير الأمريكي وكان النقاش على مسألة رئاسة الوزراء والمواصفات والأجواء المرتبطة بجلسة مجلس النواب ماذا نسمي هذا هذا تدخل واضح لا أقول فقط أمريكا حتى نكون موضوعيين وإنما العامل الخارجي موجود وبقوة اللي هو الإيراني يعني تقصد كموازي إلى وهناك أطراف أطراف أخرى مع المحور الإيراني وأكو أطراف أخرى دولية مع المحور الأمريكي فالعملية واضحة وأعتقد هم واحدة من هل نجح المحور الإيراني أو الضغط الإيراني لتشكيل رئاسة البرلمان؟ يعني من الصعب أن تقول بأن الأمر حسن بهذا الشكل أنا عندي رؤية قد البعض ما يتقبلها أنا شعر في أنه الأمور في العراق لا تقبل صراع إيراني أمريكي بكل الأحوال مهما كان الصراع السياسي خارج العراق بين الولايات المتحدة وإيران ولكن أعتقد في الموضوع العراقي لابد يعني في موضوع العراق وتشكيل الحكومة من توافق ما بين جهتين؟ لابد أن يكون هناك على أقل تقدير تفاهم دكتور يعني الحديث عن الضغط الخارجي يعني موجود بالنتيجة والكل يتلمس هذا الموضوع ولكن يقال أن هناك مبالغ في الأمر لو كان هناك ضغط إيراني شديد أمريكي شديد لتشكلت الجلسة البرلمان من أول يوم شكله رئاسة البرلمان لا هو عامل بس قاعدين يقنعون بفلان يعني ما يكون ضغط مباشر يعني أولا نحن نتحدث عن قوى مختلفة بالتأكيد والتدخل أيضا هناك تباهم هناك تدخل كبير ربما وهناك تدخل محدود أو هناك للولايات المتحدة مثلا قدرة على أقناع الأطراف الكردية على سبيل المثال ربما يفوق قدرتها على الأحزاب الشعي بس ما قدرت تجيبه؟ لسبب أنا أريد أن أصل لهذه النقطة أن هذه الأحزاب أيضا لها حساباتها الداخلية يعني ليس بالضرورة تتوافق مصطحة الأكراد مع المصطحة الأمريكية في العراق جميل دعنا نذهب للفاصل ونتحدث يعني أكو تهويل بالضغط الخارجي ربما على حساب شخصيات الأحزاب المعنوية جاي مشاهدي الكرام تفضلوا بالبقاء معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدي الكرام وحديثنا في برنامج بالعراق عن الحوارات التي تدور حول تشكيل الحكومة كان حديثي مع الدكتور حميد عبد الله قبل الحميد فاضل قبل الفاصل حول الضغط المبالغ فيه الضغط الإقليمي أو الضغط الغربي الأمريكي بشكل خاص وذكرت مثل الأكراد بأن أمريكا ربما لها تأثير على الجانب الكردي ولكن بالنتيجة لم يتحقق هذا التأثير وهذا بالنتيجة يقودنا إلى تصحيح رؤية بأن الخارج حاكم بشكل مطلق يعني صحيح العلاقة استراتيجية وكبيرة بين الأكراد والولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالنتيجة هذه الأحزاب الكردية لديها جمهور ولديها مناخبين ولديها مصالح ولديها رؤى مختلفة بالنتيجة ليس بالضرورة الطابق يعني تماما كما تعارضت الرؤية الأمريكية مع الرؤية الأكراد في موضوع الاستبتاء ممكن أن تتعارض في موضوع تشكيل الحكومة وارد جدا هذا جانب الجانب الأول الثاني ممكن أن يكون الضغط ليس مباشر يعني شاهدنا مثلا أحداث البصرة على سبيل المثال شكلت عامل ضغط على القوى السياسية بمختلفة طيبة هذه بالنتيجة ممكن إذا عجزنا عن الضغط على السيد المالكي أو السيد هاد العامري أو السيد البرزاني أو السيد العبادي ممكن أن نفتع المشاكل تدفع بالآخرين بالهدف الذي أحتاجه أو أوجهه لكن بكل الأحوال ليست هناك مبالغة بالدور الخارجي دور الخارجي موجود وبالقوة ولكن ليس إلى الدرجة التي يمسخ هوية أو وجود الأحزاب الموجودة شكرا دكتور سيد الموسوي يعني يجري الحديث حول هذه القضية قضية الضغط الإقليمي واتهامات أو حديث عام بأن لطهران يد طويلة وضغطة حول محوركم بالأساس في تشكيل رئاسة البرلمان ربما والحكومة القادمة يعني أرجع لسؤالك بس أدي تعليق صغير حول سوء أداء موفد الرئيس ترام وتبني الموضوع بطريقة فجة جعلت من الكتل السياسية والشارع العراقي يفهم أن السياسة الأمريكية تريد فرض شخصية على الواقع العراقي هذا سوء الفهم الذي أدى إلى هذا الموضوع الكتل السياسية هل مبعوث الأمريكي كان سببا في التجارة ربما للضغط تبنى شخصية معينة وواضح ودعم وعمل على كسبها وفرض على الكتل السياسية وفرض على الكتل السياسية يجب أن يكون هذا التبني جعل من ردة الفعل العراقية لم تكن ردة فعل حقيقة يعني الكتل السياسية لو أرادت أن تسمع كلام موفد الرئيس ترام كانت عملت على أن تأتي بشخصية ضد توجهات الإدارة الأمريكية لأن كل الكتل السياسية تعمل على أن تأتي بشخصية عراقية لا ضد إيران ولا ضد أمريكا يعني سيد عباس التتريد تقول يعني هذا القضية مو ضغط إيراني ولا فرض إرادة إيراني على الكتل السياسية الشيعية والسنية التي أنتجت البرلمان تعرف ليش؟ إنما بسبب المبعوث الأمريكي المبعوث الأمريكي من إجت بنى الشيخص معين جعل من الكتل السياسية أن تكون منفتحة إحنا المبعوث الإيراني كما هو الاتهام الموجود لم يفرض على الكتل السياسية أن لا تتحالفون ويسائرون ولا تتحالفون ويسعود البرزاني وإلا ما كان دعمهم وكلامهم أن شكلوا الحكومة العراقية بأكبر مكونات حتى تتجاوزون أزمتكم هذا سهل للكتل السياسية أن تكون منفتحة فيما بينها بعيدة عن الفيتوات الفيتوات تعقد المشهد هذا اللي صار لذلك إحنا ما شعرنا أنه إجانا فيتو إيراني أو غيره من أي محور أكبر فيتو موجود على شخص رئيس وزراء القادم يعني الضغط الذي يحصل هل هو ضغط مرجعية؟ ضغط الأمريكي؟ ضغط إيراني؟ لا المرجعية وضعت معالم وحتى هذه المعالم إذا الكتل الشيعية أو الكتلة الوطنية اختارت شخصية فيها بعض النقاط مخالفة هنا أو هنا أنا ما أصور المرجعية راح أتعارضهم إذا اتفقت الكتل الآن أكو إجماع عند الكتل وأكيد ما أخذيه من النجف النجف تريد عملية سياسية مستقرة هذه العملية السياسية المستقرة إذا اتلفت الكتل فيما بينها على اختيار شخصية أو شخصيتين هذه الشخصيتين تضطي استقرار للعملية السياسية أنا أتصور راح يحصل على ثقة النجف بس يعني الكتل السياسية ما تقدر تعلن هذه الشخصية إذا ما تأخذ موافقة النجف أكوهيش حديد؟ طبعا ما أريد أقول إذا بس أنا أقول من واجب الكتل السياسية الاستئناس برأي المرجعية الاستئناس لأن المرجعية لحمة العملية السياسية وحمة الدستور هل من الوفاء أنا أقول لهم فيما لا أنا رايح أشكل حكومة ومنصير عدي أزمة أروح أقول لهم تعالوا ساعدوني وأوقفوا ياي لا طبيعي جدا حتى باختيار الشخصيات يعني بالحوارات يعني أنا ما ريد أزج النجف المرجعية حصرت شخصية رئيس الوزراء القادم يعني الحديث عن يعني الشخص المجربين والبحث عن شخص حازم وقوي بالنتيجة يعني راح تلجؤون إلى شخصية جديدة النجف طرحت شخصية قوية حازمة عدة رؤية عنده عنده خلينا ندور على هذه الشخصية ونوصل إلى نتيجة نقولهم يا سادتنا يا مرجعيتنا الكريمة الرشيدة إحنا هاي الأسماء أنا بالتأكيد رح تطولون سيد الدور لا لا ما رح نوصل أنا ضد فكرة أن نزج المرجعية بالأسماء حتى باشر نريد نحملها المسؤولية لا إحنا ككتل سياسية نختار الشخصية ونستئنس برأي المرجعية وتكونوا المسؤولين عن هذه الشخصية نكون نحن مسؤولين قدام الشعب العراقي هاي الرؤية لذلك نحن الآن بالنسبة لي المرجعية أعلى شأن من الكتل السياسية جميل اللي حمالي العراق وحمل عملية سياسية هي المرجعية بينما الكتل السياسية متقلبة كل يوم بسالفة من راح تبقى على الكتل السياسية راح تنتج شخصية سريعة أنا أتصور أتصور الآلية اللي نسير بيها الآن راح نوصل إلى نتيجة وبدعوات المرجعية سنصل إن شاء الله دكتور حسيني في قضية التدخل الخارجي يقال أن هذا شيء عراقي يشدخل الأمريكان الإيرانيين بهذا الموضوع إشقد أنتم تقرؤون حجم التدخل الخارجي الإقليمي الغربي لهو بالنتيجة شيء عام من حقهم أن يتفاوضون ويتحدثون مع الكتل السياسية يعني شوف دكتور عارف اللي يقول لك ماك تدخل خارجي والقرار هو قرار وطني بامتياز دون أي تدخلات خارجية يبالغ واللي يقول هذه المحاور أكو محورين محور تابع لفلان دولة ومحور تابع لفلان دولة وهذه المحاور مسلوبة الإرادة وما عندها وجهة نظر وما عندها أي إمكانية على تدخل سياستها هذا يبالغ لكن أكو تدخل حقيقي التدخل موجود ولكن بنسبة مختلفة التدخل طبعا كلما يزداد الصراع السياسي كلما يتفاقم الصراع السياسي تزيد نسبة التدخل لأننا نعرف للأسف بعض السياسيين وبعض قوانا السياسية تفتخر بقربها من دول معينة بتواصلها مع شخصيات معينة بوجود دعم دولي لها من قبل دول إقليمية دول كبرى على كل حال هذا الشيء بحذ ذاته يعظم ويفاقم دور التدخل الخارجي في العملية السياسية اليوم حقيقة نقترب من القرار الوطني البعيد عن التدخل الخارجي كلما كان هناك صيغ للتفاهم بين القوى السياسية كلما كان هناك مأسسة للعملية السياسية يعني العملية السياسية أنا برأيي إذا ظل بهذه الحالة من الفوضى والكل يشارك بالحكومة والكل يعارض الحكومة والكل يلعن الحكومة أعتقد راح تبقى تدخلات الخارجية وراح تتفاقم وتزيد هذه دول عندها مصالحها اليوم ماكو دولة ما عندها مصالح خارج حدودها وين يتحقق هذه المصالح؟ في مناطق الضعف في المناطق الرخوة من يشوف أن هناك منطقة رخوة تجي تحقق مصالحها إحنا كدولة كعراق لو كان وضعنا مستقر وعدنا استقرار سياسي ونشوف أن هناك دول ضعيفة مجاورة أو على مستوى العالم نعم نتابع مصالحنا في هذه الدول هذا شيء طبيعي كل دولة عندها مصالح ومن حقها أنه تدافع عن مصالح شعوبها من اللي خلت دولة رخوة بهذا الشكل هذا وتخلي الناس تدخل بنا غير هي الكتل السياسية اللي يشترك بالعملية؟ حقيقة نعم الكتل السياسية هو المبدأ العام الذي تأسست عليه العملية السياسية اللي هو مبدأ المحاصصة وقلت لك يعني الكل موجود بالسلطة والكل يلعن السلطة ورح يبقى هذا المبدأ بس أعتقد المؤشرات تؤشر غير ذلك شلون؟ المؤشرات تؤشر غير ذلك اليوم أولا الفكرة أصبحت موجودة ومتبلورة فكرة الأغلبية هنا سكانت أغلبية وطنية أغلبية سياسية الأغلبية بكافة مسمياتها هذه الفكرة وجدت ورفعت كشعار عند بعض القوى السياسية قبل الانتخابات وبمجرد انتهاء الانتخابات انقلبت هذه القوى السياسية على هذا الشعار وأصبحت من أشد المطالبين بالشراكة والمحاصصة والعودة إلى المربعات السابقة لكن وجود هذا المبدأ وتبلور فكرة هذا المبدأ تعني أن هذا المبدأ أصبح قريب من التطبيق في العراق وخصوصا بسبب الوعي الشعبي الذي صار عدة جمهور العراقي اليوم من أهم الأدوار التي تمارسها الأحزاب السياسية هي التنشئ السياسية ونشر الوعي وتثقيف المجتمع القوى السياسية ثقفت اليوم المجتمع والناخب على هذه الثقافة إذا ما صارت بهذه الانتخابات الناخب بالانتخابات المقبلة هو راح يضغط هو راح يذهب بهذا الاتجاب ما أدرا أختلف إياك ربما بهذا الطرح لأن هناك حديث عن كان مقاطعة واسعة للانتخابات وحديث يعني ربما صار شكالات حقيقة جمهور الحزب هو الذي انتخب جمهور الحزب هو الذي انتخب دكتور حميد هل نحن أمام مرحلة جديدة للحكومة المقبلة يعني ما كان يطرح من رئيس وزراء من حزب الدعوة ربما ستتغير المعادلة في رئيس الوزراء القادم قراءتك لهذا الطرح يعني يبدو لي فعلا نحن أمام احتمالية كبيرة بأنه رئيس وزراء القادم سيكون من خارج أسوار الدعوة في أول مرة احتمال يعني القراءة تبدو هكذا مثلما أصبح الحلبوسي خارج أسوار الحزب الإسلامي أو أصبح رئيسا لمجلس النواب وهو من خارج أسوار الحزب الإسلامي أعتقد هذا الأمر موجود لكن أكو تغيير لا أعتقد ذلك أنا شخصيا لا أعتقد موضوع المعارضة حكومة الأغلبية وحكومة المعارضة ستكون حاضر الكل سيشارك شن شكل التغيير لديك دكتور ولهذا أنا أقول لا أتوقع أن هناك يعني تريد معارضة وتريد حكومة أنا أريد هذا لكن هذا لن يتحقق لكن أنا أعتقد خلينا نأشر ملاحظة بأن الناس التغير اللي راح يحصل المقاطع اللي أشرت له هو مؤشر على أن المرحلة القادمة ما راح ترحم المشتغلين بالعملية السياسية لأن هذه المقاطعة أعتقد أتمنى على القوى السياسية أن ندق ناقوس الخطر لديها هي فرحة بالمقاطعة لأنه بالنتيجة اللي صوت الجمهور الحزبي وبقت لكن بالنتيجة هذا الوعي الناس أكيد راح يتبلور عندها أن مقاطعاتها للانتخابات سيؤدي إلى فوز الأحزاب الحاكم خلينا نروح فواصل ويبدو الفواصل وياك دكتور مشاهدة كرام فواصل أخير ثم نعود إليكم حياكم الله مشاهدين كرام هذا المحور الأخير من برنامج بالعراقي وحديثنا هذا اليوم عن الحوارات التي تدور حول تشكيل الحكومة المقبلة أعود بالحديث إلى السيد عباس الموسوي قال القيادة في سائرون أيمن الشمري إن المحكمة الاتحادية مخرجة من تحديد الكتلة الأكبر مؤكدا أنه سيتم تحديد الكتلة من قبل هيئة رئاسة البرلمان وفق إحصاء الأسماء وفرز العدد لبيان من هي الكتلة الأكبر هل تعتقد أن المحكمة الاتحادية سيد الموسوي تبتعد عن الصراع السياسي؟ ضروري جدا أن المحكمة الاتحادية لأن لا تكون جزء من الصراع السياسي المحكمة في 2014 قطت رأيها واضح وصريح في هذا الموضوع ما يحتاج خلاف يعني هو 2010 و2014 كذلك قطت توضيح في هذا الموضوع فلسفة الكتلة الأكثر عدداً النواب الذين يستطيعون التصويت عند قابليا على التصويت وإلا أنا شن الفائدة لو افترضنا أربع كتلة يعني ليس رؤوسات كتلة شن فائدة رئيس الكتلة هو المطلب الشعبي اللي كانت المظاهرات مو تقول تعالوا قطل النواب حقهم أو دورهم أني مارسون دورهم شو الآن من إجينا النواب قلنا عمي تعالوا مارسوا دوركم قالوا لهم لا أنه الرأسة الكتلة سؤال خاص إليك يعني أنا منتخبك مثلاً أنه في سائرون أو في دولة القانون ومحصل لك على أربع خمس تالاف ستالاف صوت أهلك أن تكون عضو برلمان وانتخبتك على ضوء برنامج الكتلة وراء ما صرت نائب تروح على كتلة ثانية أخلاقياً لا ولكن كثير من عدوهم أنا سألتهم ما هو أنتم من السحب توقع سألتهم قال أنا متفق مع رئيس الكتلة أنه أنا هذا خطي وهذا توجهي وهذا تحالفي إذا تغيرت أنا أطلع من عندك بعد هو عند التزام أنه أنت ما تأخذني أنه إحنا رؤيتنا كقائمة أن نسير بهذا التوجه إذا طلعت رئيس الكتلة راح بعد ما أمع فين النواب بهذا الموضوع فلذلك أنا أتصور الفكرة صحيحة يعني المحكمة الاتحادية تبتعد عن الشغل السياسي والموضوع ميمن المحكمة الاتحادية رئيس البرلمان باستطاعت أن يحل الإشكالية رئاسة البرلمان الكتل على كل النواب يبعث عليهم واحد واحد هذا توقيعك؟ أي صحيح وحتى اللي وقعوا عنهم من رأساء الكتل يبعث على النواب أنت مع هذا التوجه أو مع هذا هنا راح تتحدد عنهم ما هي هاي الإشكالية هذه يقول لك أنا رئيس كتلة يعني هما مختلعين وعندي خمسين نائب عندي مئة نائب عندي ستين نائب وأنتم تقولون لا بتواقعكم عزيزي يعني هما مقتنعين أنهما ما يملكون أغلبية لو ما مقتنعين إذا مقتنع هو يملك أغلبية بعد ما يحتاج يقول عمر ويجيبون النواب كلهم بس إذا هو مقتنع أنه ما عنده أغلبية هذا ينعكس السؤال عليكم معدكم أغلبية شكل وقلوا لإحنا الكتلة الأكبر واختار الآن رئيس البرلمان يحدد بس قتلك بس إلا تردون أن تعلنون إلا تجيبونه إياكم جزء من البناء إحنا الناس حابتنا وجاي ويانا شين نقول لهم لا تجوا يعني تردون إلا سائرون معكم مثلا لا مقتلك إحنا نرى أن استقرار العملي أربع هذه الأطمع السنة صراعات 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 تظاهرات تكسير تخريب غيرها الناس تعبت يعني مظاهرة البصرة مدرس إنا كل إحنا إنه علينا أن نتوجه ككتلة سياسية لتقديم الخدمات إلى الناس هذا الجيل الجديد تطلع ما عايش معاناة صدام حسين وأقدر سكتبي ولا يذكر هذا يريد من عندي شغل وخدمات هذه أدركناها ودرس بالغ إن كمحافظات سنية أدركت إنه داعش كارثة إحنا أدركنا إن المظاهرات ستقلب المعادلة على الجميع إجينا بهاي النواية وصادقين يعني إحنا الآن ما نجامل للموضوع إجينا نقول عمي يا سائرون حياكم الله لأن المرحلة تتطلب أن نكون في هذه المرحلة البناء مو للتندق على الطاولة ولا للاستعراضات ولا لأي طريقة من الطرق وهذا واضح جميل سيد الحسين هل هناك تفكيك لكتلتكم والله حقيقة إحنا كتلتنا وضحنا وصرحنا وأكدنا إنه إذا نجيبها ككتل متحالفة ونحسب العدد ما النواب ككتل متحالفة أو ضمن الكتل اللي تحالفت ووقعت العدد يزيد عن المية وخمسة وثمانين والله زين إذا طبعا يعني أكثر من الجماعة دقيقة خلي أكمل لك إذا نجي إلى هاي رؤساء كتل لا إذا رؤساء كتل يعني ككتل زين إذا نجي للسنة الجديدة اللي سنوها الأخوان أعزائنا السنة الحسنة السنة الحسنة إن شاء الله نسن الله أن تكون سنة حسنة عليه وزرها وزر من عمله وزر من عمله بها لأن احنا بهذا آسفة قط عكب هذا البرلمان الراح من انطرح قانون الانتخابات كان أكو رأي أنه يوضع بقانون الانتخابات لا يسمح للنائب أن ينتقل ها رفضوها الأخوان زين فرجعت عليهم وقاوش الرحمن نحن ويا الديمقراطية حتى إذا تشال نعم دكتور حسين زين إذا نجي إلى التواقع الحية التواقع الحية والمؤكدة وكان عندنا قائمة صدرت ونزلت حتى في وسائل التواصل واتحدة من هذا المنبر أنه يجي يقول واحد هذا توقيع هذا النائب نكر أنه موقع هذا النائب طلع صرح ببيان رسمي قال أنا ما موقع العدد من المية وخمسة وخمسين إلى المية وستين هسا أنا ما أتذكرها هسا بالضبط لأن صار الشغلة عتيقة هذه بوقتها كانت المهم فالأخوة في تحالف البناء مع جل احترامنا لهم جابوا قائمة أيضا القائمة كان أكو أسماء موجودة وغير موقعة كان أكو أسماء هيويانة وموقعة عندهم طيب وطلع أحد الأخوان الليويانة نائب عن كربلا أيضا في مؤتمر صحفي وصرح وقال عمي أنا ما أعرف شلو الموضوع جيت لقيت اسمي محطوط هنا وموقعين المكاني شلو القضية ما أعرف وهكذا كان الحال بالنسبة إلى نواب آخرين يعني ذاعتكم أنتم الأغلبية ما أعطلكم مهمين أهمها نفس السؤال يروح ويدور أنا وضحت 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 ما أشكل حكومة إلا فلاني جوي وضحت إليك وضحت إليك هذه الفكرة في بداية حديثنا وقلت إليك أنه إحنا من بداية انطلاقنا في منهاجنا في مشروعنا السياسي أسمينا كتلتنا كتلة النوافى وقتها لأن إحنا عدنا استراتيجيات عدنا بعض القوى نشوف وجودها في كتلة الأغلبية مهم جدا ويؤدي إلى استقرار الوضع في العراق يعني اليوم على سبيل المثال مثل ما أنه الكردي لازم يكون موجود في اجتماع النواع ما كانوا الكردي موجودين فما ممكن تقول لكتلة أكبر هذه اللي صارت في اجتماع النواع والكردي ما موجود الكردي ما موجود زين أكو قوة سياسية أيضا تمثل مكونات أخرى اليوم نشوف هذه وجودها ضروري من أجل حفظ الاستقرار الجانب الكردي وضع مجموعة من الاشتراطات هل ستعطونهم حتى تقول انضموا إنه لا أشوف أقول لك يا بكل صراحة الاشتراطات التي وضعت تم التباحث مع الجانب الكردي والتواصل معهم وكان أكو أسقف عالية في بعض الجوانب والأخوة كانوا متفهمين للوضع العام وعرفوا أنه إذا أجوا ويا هذا المحور أو ويا هذا المحور هذه الأسقف ما رح تتحقق بعضها فوصلوا إلى قناعات والتزامات بأسقف حقيقية ضمن الأسقف الوطنية والدستورية ونحن قلنا وصرحنا الكرد هم يبيضة القبان لو تغيرت حقيقة نعم أقول لك بيضة القبان الآن هم الكرد هم الكرد نعم بيضة القبان ما يشترط يعني ما يفرض يشترط يشترط ولكن ضمن الأسقف الوطنية والدستورية ونحن أكدنا وصرحنا وسماحة السيد عمار الحكيم كان عنده تصريح في ذلك إنه نحن ما مستعدين نتنازل عن أي شيء على حساب المصلحة الوطنية أو خارج إطار الدستور أي شيء خارج هذين الإطارين نحن لا نتنازل عنه الأخوة كانوا متفهمين هذا الشيء وعارفين لهذا الموضوع وحقيقة كان هناك تفهم كبير من عندهم بهذا الاتجاه المهم على كل حال فنرجع إلى موضوعنا موضوع التواقع وموضوع هذا المسائل اللي هي سنة حسنة إن شاء الله إن شاء الله سنة حسنة ستنحسم قريباً هذه القضية يعني أولاً هنا الموضوع ينقرار المحكمة الاتحادية ثانياً جلسة اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتكليف رئيس مجلس الوزراء هي هاي اللي راح تحسم هذا الموضوع جميل ويظهر تظهر النتيجة النهائية في هذه الجلسة أوله ما تبقى من هذا المحور مع الدكتور حميد فاضل دكتور أمامنا شوط طويل ورح نلعب وقت بدل ضايع لا تعودنا على الوقت بدل ضاع أعتقد أولاً لا زال عندنا فسحة من الوقت يعني دستورياً وفق المادة 72 عندنا الحد 13 لانتخاب رئيس الجمهورية لا أنا ما نكون تجاوز على المدد الدستورية حتى من الجلسة الأولى للبرلماء لا الجلسة الأولى كان تجاوز طيب لأن المحكمة الاتحادية نعم جلسة مفتوحة يفترض يوم السابقة سببها الجماعة يقولون انسحبوا الجلسة الأولى مردنا المية وسبعة وثمانين سببها انتم من سحبتوا يقولون المية وثمانين ليش ما نتخبض رئيس برلماء كان ثلاثة تسعة يفترض حسم رئيس النواب ونائبي الدستور يتحدث عن شهر من الجلسة الأولى لاختيار رئيس الجمهورية لان عندنا وقت بعد اختيار رئيس الجمهورية عندنا 15 يوم وشهر فعندنا قرابة شهرين أعتقد هاي المفاوضات وهذا الجدل وهذا الحوار يمكن ان يفضي لنا تأجمع اشارة ان المرجعية لها رأي واعتقد هذا الرأي حسب كثير من المهم هل تعتقد ستعاد صياغة التحالفات من جديد؟ لا اعتقد بالنهاية رح نبقى امام هذين التحالفين ولكن سيكون هناك تفاهم وفق اراء المرجعية شنون نبقى مع هذين التحالفين هم اللي يشكلون الحكومة لو يبقون جماعة معارضة جماعة حكومة لا انا اولا استبعد موضوع المعارضة اميل الى الرأي انه اللي حصل اللقاء بين السيد هاد العامري والسيد مقتد الصدر وضع الكثير من التصورات بشأن اختيار رئيس الوزراء واعتقد منها صار عندنا تراجع لبعض الاسماء منها اسم رئيس الوزراء على سبيل المثال اللي كان خيار هذا مبني على ان هناك تفاهمات دون ان تؤدي الى دمج التحالفين مع بعض زينش تعتقد علاقة السيد مقتد الصدر السيد المالكي هذه الشائكة والطويلة والفيتوات التي يضعها على البعض الاخر يعني من الواضح تماما السيد المالكي اعلن يمكن السيد عباس اعرف من عندي على انه ما عنده رغبة يعني هو ما طارح نفسه رئيس الوزراء تمام وهذا هو المحذور عند التيار الصدري ما عدا ذاك هم عندهم تفاهم ويبدو ليتقارب مع الفتح وبالنتيجة ليس سيد مقتد الصدر بحاجة مع شعورنا بانه هذا لابد ان كل الخلافات الشخصية تنتهي لكن لا يبدو ان هناك ضرورة مثلا اليوم انه رئيس الوزراء لن يظهر اسمه ما لم يكن هناك تصالح بين السيد مقتد الصدر والسيد المالكي ليس لا يبدو الامر ضروريا لانه بالإركان ربما نصغر القضية لما نوصفها بهذا التوصيل بالتأكيد ولهذا انا اقول بكل الاحوال طالما السيد المالكي اعلن انه هو بطارح اسم رئيس الوزراء ماكو اشكال كبير في هذا الامر سيبقى هناك تفاهم كبير بين الثنين سيحسن موضوع رئيس الوزراء ان شاء الله يعني شام يوم ونجيبكم بحلقة نفسكم بعد تشكيل الحكومة دكتور ولا خلص الوقت بس بثواني بس اجاوب على سؤال خلص الوقت والله سؤال مهم كان اسأل بس ما يجاوب لا انا اجاوب على سؤال خلص الوقت شكرا جزيلا في ختام حلقتنا لهذا اليوم اتقدم بشكر لضيوفنا الكرام السيد عباس الموسوي عضو اتلاف دولة القانون الدكتور حميد فاضل الاستاذ العلم السياسي جامعة بغداد والدكتور محمد حسام الحسين عضو المكتب التنفيذي في تيار الحكمة للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الالكترون الظهر اسفل الشاشة شكرا لكم في مهلا